بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير يقرأه الدكتور عبدالسطار زميط تفسير سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليف عن شهر بن حوشب عن أثماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضضا ناقة وروا ابن مردوي من حديث صالح بن سه عن عاصم الأحول قال حدثتني أم عمر عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها وقال أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها تفرد به أحمد وقد روى الترمذي عن قنيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن وقد روى عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حجشت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ الماعدة فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن ورواه النسائي من حديث بن مهدي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال ابن أبي حاتم حدثنا حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال أعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحين حدثنا الوليد حدثنا الأوزاع عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبي حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغداد حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بوذيمة عن عكلمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعلي بن بوذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل وقوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان نبا لا إجابة ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم وقال ابن جريب حدثني المثنى حدثنا عبد الله ابن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال قال محمد ابن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر ابن حز حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر ابن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الخساب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس ابن بكير حدثنا محمد ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حز عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر ابن حز حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لعمر ابن حز حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوص إلى قوله سوء الدار وقال البحاك أوفوا بالعقود قال ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام وقال زيد بن أسر أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاع وعقد اليمين وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة وقد استدل وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجنهور والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ آخر للبخار إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا لنزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزام من تمام الوفاء بالعقول وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم قاله أبو الحسن وقتاد وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مجالد عن أبي الوداك جبير بن نوفل عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشات في بطنها الجنين أن نلقيه أن نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه وقالت ترمذي حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد للقباح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكات الجنين ذكات أمه تفرد به أبو داود وقوله إلا ما يتلى عليكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتابه يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارب ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النص يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال وقوله تعالى غير محمل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم وما يعم الوحشية كالذباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور الرحيم أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله وقيل شعائر الله محارمه أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الاكتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا الآية وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيام وعبد الكريم ابن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا وذهب الجنهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى فإذا انسرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه والمراد أشهر التسيير الأربعة قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة قال وكذلك أجمع على أن المشرك لو قلد عنقه أو زراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذنة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائب يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتنيز به عما عداها من الأنعام وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلما أصبح ضعف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصل ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرا تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن رواه أهل السنن وقال مقاتل ابن حيان قوله ولا القلائد فلا تستحلوها وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشرق الحرم من لحاء شجره فيأمنون به رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان ابن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائب وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء قال لا وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن عبد الله وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في ردوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد ابن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتابة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله وردوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر إكرمة والسدي وابن جريب أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري كان قد أغار على صرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمام وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيد اللحاء المضفرة من فضلك تابع بقية المادة نوصل القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وقوله تعالى وإذا حللتم فاستادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصين وهذا أمر بعد الحضر والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهر فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباحا ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل الواجب على كل أحد في كل أحد في كل حال وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمزة ودرجة ورقلة وقال ابن جريب من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ بها ومنه قول الشاهر وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإلا ما فيه ذو الشنان وفندى وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير الإث ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد حدثناه شيء حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن جده أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تحتذه وتمنعه من الظلم فذاك نصره انفرد به البخاري من حديثه شيء من به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى ابن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى ابن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجة من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به وقال الحافظ أبو بكر من البزار حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر ابن عبد الرحمن حدثنا عيسى ابن المختار عن ابن أبي ليلى عن فديل ابن عمر عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ثم قال لا نعلمه نرى إلا بهذا الإسناب قلت وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثامنا اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقال أبو القاسم الطبران حدثنا عمر ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن زريق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمر بن الحارف عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يوس إن أبا الحسن ثمران ابن صخ حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمن خلقة والموفوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجعنف لإثمي فإن الله غفور رحيم يخبر تعالى عباده خبرا متضمن من نهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزينة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دما مسفوحة قاله ابن عباس وسعيد ابن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير ابن شهاب المثحجي حدثنا محمد بن سعيد ابن سابق حدثنا عمر يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كنوب فقالوا إنه دم فقال إنما حرنا عليكم الدم المسفوح وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهي عن الدم السافح وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدنيس الشافع حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل ابن أبي إدنيس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلحوا من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب حدثنا بشير ابن شريح عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلم يا صدي فقل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وماذاك فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية ورواه الحافظ أبو بكر ابن مردوي من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم إسقوني شربة من ناء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم يرى الناس أحسن منه وفيه شراب لم يرى الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي استيقفت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعدتيك الشربة ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلمة ابن عياش العامري حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعدتيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وما أحسن ما أنشد الأعشاء في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق وإياك والميتات لا تقرب منها ولا تأخذ عظما حديدا فتفسدا أي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشاء وذنف بالمنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبده قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشح ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسطى يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أعادوا الدمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الدمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بريدة ابن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صدغ يده في لحم الخنزير ودمه فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وفي صحيح البخاني من حديث أبي سفيان أنه قال له رقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حمد حدثنا بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأربع فلما كانت بن إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه وهذا أثر غريب وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي عن عبد الله قال سمعت الجار ورد ابن أبي صبره قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبنه وهذا مئة من إبنه إذا وردت الماء فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللح قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حمد ابن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريف قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام متبارين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخوم إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها وفي الصحيح أن عدية ابن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالنعراض الصيد فأصيب قال إذا رميت بالنعراض فخزق فكل وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكل ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله وهذا وهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتل بثقله ولم يجرح على قولين هما قولان للشافع رحمه الله أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيل والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العميم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتبها هنا الفصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا على قولين أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وكذا عمومات حديث عبي بن حاتم وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصحهه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا الموضعين يحتمر معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك عن الحل نقله ابن الصبار عن أبي حنيفة من رواية الحسن ابن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر ابن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارس وأبي هريرة وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه والقول الثاني أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافع رحمه الله واختاره المزن ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد ابن حنبر رضي الله عنه وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجرى عن القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع ابن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكنوه الحديث بتمامه وهو في الصحيحين وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل عليه السلام عن البتأ وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الذكاء فقال لهم كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى ولهذا استثنى من ذلك السن والظفرة حيث قال ليس السن والظفرة وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقبة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه بالآلة لما ذكرتم فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكر عليكم أيضا حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ولم يقل فازبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم مذكى وأنه لابد من انهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا هذا مسلك والمسلك الثاني طريقة اليزن وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنه مشترك في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاتبة فلا بد له من جواب عن هذا وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياس على ما قتله السهم بعرضه والجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربع والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا مسلك آخر وهو أن قوله تعالى فكنوا مما أمسكن عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيما كان فيجب تقديم هذه الآية على تلك نوجوه أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتل وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكل ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم وحكم من هذه الآية فقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فكل مما أنسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ المسلق الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميت سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتباعها من الرتوبات فلا تحل قياسا على الميتة المسلق الآخر أن آية التحريم أعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخنها نسخ ولا تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليم محكمة أعني قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة السهم فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في خطم تلك الآية آية التحليم وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيف فيكون أحد أفراد آية التحليم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في خكم آية التحليم وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا فأنت فلما لا فصل في حكم الكلب فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بغفره أو نابه أو بهما معا وأما افتدامه هو والصيد فنادر وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لنذوره أو لظهور خكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوفة والمتربية والنطيحة وأما السهم والمعراب فتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو للهو أو لنحو ذلك بل خطأه أكثر من إصابته فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكد من الصيد فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه وروا ابن جريب في تكسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم يؤكل ولو لم يبقميه إلا إلا بضعة وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم وأومأ في الجديد إلى قولي قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباب وغيره من الأصحاب عنه وقد رأى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعنبة الخشن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدق ورواه أيضا النسائي من حديث عمر بن شعي عن أبي عن جده أن أعرابيا يقال له أبو أبو سعلبة قال يا رسول الله فذكره نحوه وقال محمد ابن جرير في تفسيره حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز ابن نوسى هو اللاحوني حدثنا محمد ابن دينار هو الطاحي عن أبي هياس وهو معاوية ابن قرة عن سعير ابن المسيب عن سلمان الفارس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتاده وغيره عن سعير ابن المسيب عن سلمان موقوفا وأما الظنهور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره وتطحم له بعض العلماء على أنه إن أكل بعد من انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهنه فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم فأما الجوائح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكل فيحرم ما أكلت منه عند الجنهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيب فيعفى عن ذلك وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عالم فتموت بذلك فلا تحل قال علي ابن أبي طلح عن ابن عباس المتردية التي تسقط من جبل وقال قتابه هي التي تتردى في بئ وقال السدي هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئ وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القر وخرج منها الدم ولو من نذبحها والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث فيقولون عين كحيل وكف خضيب ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة وأما هذه فقال بعض النحا إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة وقال بعضهم إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام وقوله تعالى وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاه أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأم كان تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك وذلك إلا ما يعود على قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكنوه فهو زكي وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية قال إن نصعت بذنبها أو ركبت برجلها أو طرفت بعينها فقل وقال ابن جريب حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشين وعباد قال حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قال ابن وهد سئل مالك عن الشات التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال مالك لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها وقال أشهب سئل مالك عن الضبع يعد على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل فقال إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال لا يعجبني هذا لا يعيش منه قيل له فالذئب يعد على الشات فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء فقال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل هذا مذهب مالك رحمه الله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم وفي الصحيحين عن رافع ابن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والزفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعض وأما الزفر فمدى الحبشة وفي الحديث الذي رواه الدار قطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تزهق وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة من رواية حمال بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة وقوله وما ذبح على النصب قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ويندحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصميع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وقوله تعالى وأن تستقسم بالأزلام أي حرم عليكم أيها المؤمنون لاستقسام بالأزلام واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر ابن جليل وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا الحجاج ابن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وأن تستقسنوا بالأزلام قال والأزلام قداح كانوا يستقسنون بها في الأمور وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل ابن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسنون بها الأمور وذكر محمد ابن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش سلم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا وفي الصحيحين أن سراقة ابن مالك ابن جعثم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا فخرج الذي أكره لا تضرهم قال فعصيت الأزلام واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك ورد مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلجى الدرجاء من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر ضائرة وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقنار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في استخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن ينقع بينكم العذاوة والبغضاء إذا قوله منتهون وهكذا قالها هنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طرق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكبر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجر أمري وآجره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به لفظ أحمل وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أب الموالي وقوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يأس أن يواجعوا دينهم وكذا روي عن عطاء ابن أبي رباح والسدي ومقاتل ابن حيان وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم ويحتمل أن يكون المراد أنهم يأسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أهدا إلا الله فقال فلا تخشوهم وخشو أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم وخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأثركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي من فضلك تابع وقية المائدة نوصل القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا وقال أثباط عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قالت أسماء بنت عميس حجشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير اذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثنانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن فضيل عن هارون ابن عنطرة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا فعما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال صدقت ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة ورواه البخاري عن الحسر بن الصباح عن جعفر بن عون به ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس بن مسلم به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا اليوم أكملت لكم دينكم الآية وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم وقد روي هذا من غير وجه عن عمر وقال وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء ابن أبي سلم أخبرنا عبادة ابن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر ابن جريغ هو إسحاق ابن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئ قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر أي آية يا كعب فقال اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد وقال ابن جريغ حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامد حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل ابن سليمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وقال ابن جريب حدثنا أبو عامر إسماعيل ابن عمر السكوني حدثنا هشام ابن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمر ابن قيس السكوني أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمع وروا ابن مردويه من طريق محمد بني إسحاق عن عمر ابن موسى ابن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد ابن أبي عمران عن حنش ابن عبد الله الصنعان عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى ابن داود حدثنا ابن نهيعة عن خالد ابن أبي عمران عن حنش الصنعان عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدي اثني كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روي من طريق العوف عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس قلت وقد روا ابن مردويه من طريق أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه الصراة والسلام من حجة الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روا ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية ابن وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمر ابن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتاذ ابن دعام وشهر ابن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير اتضر رحمه الله وقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لئث فإن الله غفور رحيم أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المستندي وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته لفظ ابن حبان وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلف هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة ميتة وطعام الغير أو صيد وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله على قولين هما قولان للشافع رحمه الله وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم كما يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاع حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة فقال إذا لم تستضحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذا رواه بن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاع به لكن رواه بعضهم عن الأوزاع عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه عن الأوزاع عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به ورواه بن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاع عن حسان مرثلة وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ويجزع من الاضطرار غبوق أو صبوح حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الخصير ابن زيد التميم حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام قال فقال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرته حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر ابن عبد الله ابن عروة عن جده عروة بن الزبيد عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائف إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه فقال الرجل وما فقر الذي يحل لي وما غناء الذي يغنيني عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الأعراب ما غناء الذي أدعه إذا وجدته فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاشتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام ومعنى قوله ما لم تستضح يعني به الغذاء الغذاء وما لم تغتبق يعني به العشاء أو تحتفئ بقلا فشأنكم بها فكلوا منها وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئ على أربعة أوجه تحتفو بالهمزة وتحتفو بتخفيف الياء والحاء وتحتفو بتشديد وتحتفو بتشديد وتحتفو بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه في التفسير حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن ذكين حدثنا وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما تعامكم قلنا نصطبخ ونغتبر قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال تفرّذ به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبخون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة بتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقي ذلك بسد الرمق والله أعلم حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماق عن جابر عن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إننا قتل ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت لهم رأته إن حرها فأبى فنفقت فقالت لهم رأته اسلغها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكل قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنا يغنيك قال لا قال فاكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك تفرد به وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه لاحتياج إليها والله أعلم وقوله غير متجانف لإثم أي متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يتوخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائف الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن أبي بكير حدثني عبد الله ابن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن عبي ابن حاتم وزيد ابن مهله للطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الليت فماذا يحل لنا منها فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات رواه ابن أبي حاتف وقال ابن وهب سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكل فقال ليس هو من الطيبات وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر رسم الله عليها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والسقور وأشباهها كما هو مذهب الجنهور من الصحابة والتابعين والأئمة ومن ومن قال ذلك علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وهي الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصي والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والسقور وأشباهها رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن خيثنة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيا ويحيا ابن أبي كثير نحو ذلك وروي عن الحسن أنه قال الباز والسقر والجوارح وروي عن علي ابن الحسين مثله ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين قال وروي عن سعيد ابن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي ثم قال حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن جويج عن نافع عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير البازاك وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعم قد قد وقلت وليس وليس صاد لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرقا وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره بن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن هناد حدثنا عيسى بن يونس عن جالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال ما أمسك عليك فكل واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون على المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل أسود بهين وسنيت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له وقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثني يونس بن عبيدة حدثني أبان بن صالح عن القعقاء بن حكيم عن سلما أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين أم آية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسما فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأذن له فقال قد أذنا لك يا رسول الله قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاءوا فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاء عن أبان ابن صالح به وقال صحيح ولم يخرجاه وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله فنزلت الآية ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن كعب القربي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أثارها فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلا وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيئ إليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن عبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره قلت له فإني أرمي بالنعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالنعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرض فإنه وقيث فلا تأكل وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل فإن أخذ الكلب ذكات وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من نذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصل كما ورد بذلك الحديث وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا ذكو الآثار بذلك قال ابن جرير حدثنا هنا حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا أواه محمد ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه بن جرير أيضا عن مجاهد ابن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال إذا أكل الكلب فكن وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن حميد ابن مالك ابن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاس عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كن وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن بكير ابن الأشج عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن أبي وقاس قال كن وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال قال اِن اكل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله وحدثنا هناك حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئ وغير واحد عن نافع فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محقي عن علي وابن عباس واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيع ومالك وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز ابن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم قال ابن جرير وفي إسناب هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر فقال أبو داود حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابي يقال يقال له أبو سعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فقل مما أمسكن عليك فقال ذكيا وغير ذكي وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه فقال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكي قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سهمك قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكن فيها هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس ابن سيف عن أبي إدريسى الخولان عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلتك البك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليه يدق وهذان إسنادان جيدان وقد روا الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضاري أمسك عليك فكل قلت وإن أكل قال نعم وروا عبد الملك ابن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عن من حكيناه عنه وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عبي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشم وهذا تفريق حسن وجمع وجمع بين الحديثين صحيح وقد تمل الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله أميته وقال بهذا القول والتفريق والتفريق ضائفة من الأصحاب منهم وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفريقة بين أكل الكل فيحرم لحديث عبي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيبان عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتفريش فكل وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وقد يحتج لهؤلاء بما رواه بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحارب حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاه فما يحل لنا منها قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يأكل قلت يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها قال فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك قال قلت إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزاه فذل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم وقوله تعالى فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أي عند إرساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ولهذا ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عن التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسه لهذه الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغير وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأك كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر ابن أبي سلم فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وفي صحيح البخار عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون حديث عهدهم بكفر برحمن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال سموا الله أنتم وكلوا حديث آخر وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بدين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بنقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة هكذا رواه بن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد ابن هارون به وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستواء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كنثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة رواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدث للمثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واصف فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخرة فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخرة فقال أخبرك أن جدي أمية ابن مخشا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسمي حتى كان في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر ابن صبح الراسبي أبي بشر البصري ووثقه ابن معين والنسائي وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد واسمه سلمة ابن الهيثم ابن صهيد من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأعمش به حديث آخر روا مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء لفظ أبي داود حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد ابن عبد ربه حدثنا الوليد ابن مسلم عن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق الوليد ابن مسلم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام كم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين من فضلك تابع بقية المادة متابع القراءة في تفسير سورة النائدة لابن كثير لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل ابن حيام يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله ابن مغفل قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنت وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحد والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاست فاستدل به الفقهاء على أنه يجوذ تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائعهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم وأجود به في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاكا مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشه فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثن ذراعها في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء ابن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز على خبز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخا وقال ابن أبي حاتم قرأ على العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفوا فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهرى وجذان ولخ وعاملة ومن أشبههم لا تأكل ذبائحهم عند الجمهور وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد ابن عبيدة قال قال علي لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من المصرانية بشرب الخم وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتابة عن سعيد ابن المسيب والحسن أنهما كان لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنب ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثو كسم يعني في هذه المسألة وكأنه تمسك بعموم حديث ري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللف وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل وقوله تعالى وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل ومن كل طعام ذكر رسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه قالوا لأنه كان قد كسل عباس حين قدم المدينة ثوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم وقول والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر العثائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئه لما بعد وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء حكاه بن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه لألا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة والظاهر من الآية أن المراد من بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أما حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم ابن سليمان المؤدد حدثنا القاسم ابن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل ابن السميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا فجعلوا مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيان وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتذوا الآية وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهورة عن طيب نفس وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المه رواه ابن جرير عنهم وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزنا الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عن من جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهم كما تقدم في سورة النساء سواء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنب رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل العفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتابة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت ألا أدعى أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنه فقال له أبي بن كع يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولهذا قال تعالى ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَو أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِيُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال كثيرون من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال إني عمدا فعلته يا عمر وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيانا الثوري عن علقمة بن مرثب ووقع في سنن بن ماجة عن سفيانا عن محان بن دسار بدل علقمة بن مرثب كلاهما عن سليمان بن بريدة به وقال الترمذي حسن صحيح وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد ابن موسى أخبرنا زياد ابن عبد الله ابن الطفيل البكاء حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر ابن عبد الله يصل الصلوات بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه وكذا رواه ابن ماجة عن إسماعيل ابن توبة عن زياد البكاء به وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى ابن حبان الأنصار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت وجوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرا عن من هو قال حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالودوء لكل صلاة طاهر كان أو طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الودوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمص عن أحمد بن خالد الذهب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سع عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد وأيما كان فهو إسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى ابن حبان فزال محظور التدليس لكن قال الحافظ بن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيدا ابن ركانة عن محمد بن يحيى ابن حبان به والله أعلم وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور وقال ابن جرير حدثنا زكريا ابن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيبان سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب ابن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسر عن النزار ابن سبرة قال رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحب ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثناه شيء عن مغيرة عن إبراهيم أن علي اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضع عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيف فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة وأما ما رواه أبو داود الطيالس عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن عمر بن عامر الأنصار سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمر بن عامر به وقال ابن جرير حدثنا أبو سعيد البغداد حدثنا إسحاق ابن منصور عن هرين عن عبد الرحمن ابن زياد هو الإفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ورواه أيضا من حديث عيسى ابن يونس عن الإفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر فذكره وفيه كصة وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الإفريقي به نحوه وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف وقال ابن جريب وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ حدثنا أبو قريب حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمر ابن حز عن عبد الله ابن علقمة ابن وقاص عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البولة نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بودوء فقال إنما أمرت بالودوء إذا قمت إلى الصلاة وكذا رواه الترمذي عن أحمد ابن منيع والنسائي عن زياد ابن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به وقال الترمذي هذا حديث حسن وروا مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن سفيان ابن عيين عن عمر ابن دينار عن سعيد ابن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصلي فأتوضأ من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الرضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على ودوءه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ودوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب أن يرسل كثيه قبل إدخاله ما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يرسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى النحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة ورؤي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته ضلع وجهه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر ابن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلنا النحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتم من فعله رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كثا من ماء فأدخله تحت حمكه يخلل به لحيته وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل تفرد به أبو داود وقد روي هذا الوج من غير وجه عن أنس قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن ابن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ فمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الودوء والغسل كما هو مذهب أحمد كما هو مذهب أحمد ابن حنب رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزينة عن رفاعة ابن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمر كالله أو يجبان في الغسل دون الودوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر والانتثار هو المبالغة فلسك شاق وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلم الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ ورواه البخاري عن محمد ابن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور ابن سلمة الخزاعي به وقوله وعيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وقد روى الحافظ الدار قطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم ابن محمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جده عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضب فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاي ومسلم من حديث نعيم مجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك للأشجع عن أبي حازن عن أبي هريرة قال سمعت سمعت خليمي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الودوء وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيد وفيه نظر على قولين ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمر بن يحيا المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله ابن زيد ابن عاصم وهو جد عمر بن يحيا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضق فقال عبد الله ابن زيد نعم فدعا بودوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مض مض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وفي حديث عبد خير عن علي في صفة ودوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروا أبو داود عن معاوية والمقداد ابن مأدي كرب في صفة ودوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزاء واحتج الفريقان بحديث المغيرة إذن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كثيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى وليس لكم فيه بلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة والله أعلم ثم اختلف في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافع وإنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولي فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم نصح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الردود ومسح برأسه مرة واحدة وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاق بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عثان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاء قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله سل الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ هكذا كفاه تفرد به أبو داود ثم قال وأحاديث عثنان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة قوله وأرجو لكم إلى الكعبين قرئ وأرجو لكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة على ابن عباس أنه قرأها وأرجو لكم يقول رجعت إلى الغسل وروي عن عبد الله ابن مسعود وعره وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل ابن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجه أجزاء أجزاءه ذلك لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيم وهي مقتضية للترتيب ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده بل القائل اثنان أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا والآية تدلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به لفظ مسلم ولفظ النساء ابدأوا بما بدأ الله به وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح فدل على وجوب البداء بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم ومنهم من قال لما لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا ودوء لا يقبل الله الصلاة إلا به قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جميل حدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن عليا حدثنا حميد قال قال موسى ابن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فبكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قال وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما إسناد صحيح إليه وقال ابن جرير حدثنا علي بن سه حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحوال عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح وقال ابن جرير حدثنا أبو كري حدثنا محمد بن قيس الحراسان عن ابن جريج عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال الوجوء غسلتان ومسحتان وكذا روى سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقر حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح ثم قال ورئي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه وقال وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن عليا حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقوله وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن داوود ابن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وذوب غسل الرجلين وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائر ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان قال قال أبو عبد الله الشافع رحمه الله ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال أخبرنا أبو علي الروزبادي حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن حموي العسكري حدثنا جعفر ابن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك ابن ميسرة سمعت النزال ابن صبرة يحدث عن علي ابن أبي طالب أنه صلت ظهرة ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه ومن أوجب من الشيعة نسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل وكذا من جوز مسهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيرك إنما يدل على أنه أراد أنه يجب ذلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمانا وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن نعدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هرير وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وروا الليث بن سع عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارف بن حرز أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح من فضلك تابع بقية المادة نتبع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال سمعت جابر ابن عبد الله وهو على جبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار وحدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر ابن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسل فقال ويل للأعقاب من النار ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه وكذا رواه ابن جريب من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيع عن سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصند ابن عبد الوارث حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتنبؤون لن يصب أعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى ابن كثير عن أبي سلمة عن معيقيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار تفرد به أحمد وقال ابن جرير حدثني علي بن عبد الأعلى حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين عن زائدة عن ليث حدثني عبد الرحمن ابن سابت عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيهما يجري في مسح الخف وهكذا يوجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فأحسن ودوءك وقال الحافظ أبو بكر للبيهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصمعان حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة ابن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن ودوءك وهكذا رواه أبو داود عن هارون ابن معروف وابن ماجة عن حرملة ويحيا كلاهما عن ابن وهب به وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقثقات لكن قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب وحدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتاده وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا يحيا بن سع عن خالد بن معدام عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه وروا أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيت بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال أسبغي الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقر حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله الدمشق قال قال أبو أمامة حدثنا عمر بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال ما من منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشينه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف دحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي وله أه ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أبو أمامة يا عمر انظر ما تقول أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه فقال عمر بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سمي ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك وهذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله فدل على أن القرآن يأمر بالغسل وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اغسل القدمين إلى الكعبين كما أمرتم ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين ولا نامع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين وهكذا الحديث الذي أورده ابن جريب على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيف فتقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضع ومسح علان عليه وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جريب عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيف قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفين قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن شعبة حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علان عليه ثم قام إلى الصلاة وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد ابن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح علان عليه وقدميه وقد رواه ابن جليل من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث إذ كان غير جائز أن تكون فرائد الله وسنن رسوله متنافية متعارضة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيد القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلي كما في قراءة النص وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة النسح على الخفين وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهدي عن جرير بن عبد الله البجري قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت تفرد به أحمد وفي الصحيحين من حديث أعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفين فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المبال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث بأن إسلام جليل كان بعد نزول المائدة نفظ مسلم وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة وهم مخالفون لذلك كل وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحم وهكذا خالف الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب وعند الجمهور أن الكعبين هم العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم قال الربيع قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن الكعبين الذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم هذا لفظه فعند 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 الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيم في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين ابن الحارث الجذلي عن النعمان ابن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيم صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالف من الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ورقبته برقبة صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهم العظمان الناتئان عند نفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن يحي ابن الحارف التيني يعني الخابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لألا يطول الكلام وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك لكن البخارية رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة فقال حدثنا يحيى ابن سليمان حدثنا ابن وه أخبرني عمر بن الحارث أن عبد الرحمن ابن القاس حدثه عن أبيه عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثمى رأسه في حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر بل أبا حتى يمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن أضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال قلت ما أجود هذه فإذا قائن بين يدي يقول التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما من منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لفظ مسلم وقال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة إن مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك به وقال ابن جريب حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيانا عن منصور عن سالم ابن أبي الجع عن كعب ابن مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه هذا لفظه وقد رواه وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه قال شعبة ولم يذكر مسح الرأس وهذا إسناد صحيح وروا بن جرير من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه وروا مسلم في صحيحه من حديث يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن أبي مالك للأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والصوم والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وفي صحيح مسلم من رواية سماك ابن حرب عن نصعر ابن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وقال أبو داود الطيالس حدثنا شعبة عن قتاذة سمعت أبي المليح الهذني يحدث عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا وَالَّذِينَ يَا أَيُّهَا هذا الرسول وهذه وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم كما قالوا بايعنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياب لشرعه رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قاله مجاهد ومقاتل ابن حيان والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ثم أعلمهم أنه يعلم ما يخترج في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال إن الله عليم بذات الصدور وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وقال إني لا أشهد على جور قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وقوله تعالى ولا لا يجرمنكم شمآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وكقول بعض الصحابيات العمر أنت أفض وأغلض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بنا تعملون أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه وله فله الحمد والمنة ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه بل هو الحكم العدل الحكيم القدير وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال الله عز وجل قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العراب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذه الأعراب وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية وقصة هذا الأعراب وهو غورث ابن الحارث ثابتة في الصحية وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فأتوا رواه بن أبي حاتم وقال أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه في دار كعب بن الأشرف رواه بن أبي حاتم وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بن النظير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلوا عمر بن جحاش ابن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله في ذلك هذه الآية وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم نيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تضطل على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه وقد وقد ذكر ابن عباس عن ابن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لكتال الجبابرة فأمر بأن يقيمن قباء من كل سبط نقيب قال محمد بن إسحاق فكان من سبط روبيل شامون بن ركون ومن سبط شمعون شافاط ابن حري ومن سبط يهوذا كالب ابن يوفن ومن سبط أتين ميخائيل ابن يوسف ومن سبط يوسف وهو سبط إفرايم يوشع ابن نون ومن سبط ابن يامين فلطم ابن دفون ومن سبط زبولون جدي ابن شوري ومن سبط منشاء ابن يوسف جدي ابن موسى ومن سبط دان خملائيل ابن حمد ومن سبط أشار ساتور ابن ملكيل ومن سبط نفثال بحر ابن وقسى ومن سبط يساخر لئيل ابن مكيد وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعدادا نقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلم قال فيها فعلى بني روبيل اليسور ابن سادون وعلى ابن شمعون شموال ابن صورشكي وعلى بني يهوذا الحشون ابن عمياذاب وعلى بني يساخر الشال ابن صاعون وعلى بني زبلون الياب ابن حالوب وعلى بني إفرايم منشاء ابن عم النهور وعلى بني منشاء حمليائيل ابن يرسون وعلى بني بن يامين أبيدا ابن جدعون وعلى بني دان جعيذر ابن عن الشباء وعلى بني آشار نحايل ابن عجران وعلى بني كان السيف ابن دعوابيل وعلى بني نفتال أجزع ابن عمينان وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثنى عشر نقيبا ثلاثة من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاع بن عبد المنذر ويقال بد له أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وتسعة من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع ابن مالك ابن العجلان والبراء ابن معرور وعبادة ابن الصامت وسعد ابن عبادة وعبد الله ابن عمر ابن حرام والمنذر ابن عمر ابن حنيش رضي الله عنهم وقد ذكرهم كعب ابن مالك في شعر الله كما أورده ابن إسحاق رحمه الله والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني إسرائيل هذا حديث غريب من هذا الوجه وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية عليه فسألت أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش وهذا لفظ مسلم ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود إثنى عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بن العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الوالدة بذكره فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهمه الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثني عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر ابن سامرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترم بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيء لكم به من الوح وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق وأقربتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لأكثر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أآخذكم بها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحظور وأحصل لكم المقصود وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه وقال الحسن تركوا عرادينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها وقال غير تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة ولا تزال تطلر على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعفوا فاعفوا عنهم واصفح وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين يعني به الصفحة عمن أساء إليك وقال قتاذ هذه الآية فاعفوا عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغدين متعادين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون وكذلك النصدورية والآريوسية كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلب ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقب عن يزيدا النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوه ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوى محالة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير من فضلك تابع بقية المادة نتبع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح بن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميع أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابن بكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن إنسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباءه قال الله تعالى ردا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم يرد عليه فتلى عليه الصوفي هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوط فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذت فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار قال فحفظهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار تفرد به أحمد بل أنتم بشر ممن خلق أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المصير أي المرجع والمآب إليه فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور وروا محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكلمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن آصى وبحر بن عمر وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهم إلى الله وحذرهم نقبته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية رواه ابن أبي حاتم وابن جريب وعليا أيضا من طريق أصباط عن السد في قول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أما قولهم نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكي من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسل النار إلا أياما معدودات يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كمهي فقال أبو عثمان النهدي وقتال في رواية عنه كانت ستمائة سنة ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتال خمسمائة وستون سنة وقال معمر عن بعض أصحابه خمسمائة وأربعون سنة وقال الضاحك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة وذكر ابن عثاكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة والمشهور هو القول الأول وهو أنها ستمائة سنة ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة ولا منافات بينهما فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية والآخر أراد قمرية وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة أي قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق كما ثمث في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناسب ابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال وهو خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم فإن الفسابة كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد المجاشع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إلا الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسره الماء فقرأ نائما ويقضانا ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزق وأنفق عليهم فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد فقال له طمع وإن دقل إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخيلة أو الكذبة والشنظير الفاحش ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرن عن الحسن قال حدثني مطرف عن عياذ بن حماد فذكر ورواه النسائي من حديث غنبر عن عوف الأعراب به والمقصود من إيران هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي لألا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير قال ابن جرير معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم وقول وجعلكم ملوكا قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا وقال ابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبني يقول سمعت عبد الله ابن عمر بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأذنياء فقال إن لي خادما قال فأنت من الملوك وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار رواه ابن جرير ثم روا عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون ابن مهران وقال ابن شوثب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك وقال قتابه كانوا أولا من اتخذ الخدم وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وما له وأهله رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بني إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثنا الزبير ابن بكار حدثنا أبو ضمر أنس ابن عياض سمعت زيد بن أسلم يقول وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك وهذا مرسل غريب وقال مالك بيت وخادم وزوجة وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وقول وآتاكم ما لم يلت أحدا من العالمين يعني عالم زمانكم فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانه من اليونان والقبط وسائل أصناف بني آدم كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملوكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران وروا ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد ابن جبيث أنهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا مع هذه الأمة والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات فالله أعلم ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالق الجبارين قد استحوذوا عليها وتملقوها فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقموا بالذهاب في التيه والتنادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة أربعين سنة عقوبة لهم على تفريقهم في أمر الله تعالى فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة وقال سفيان الثور عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله وكذا قال مجاهد وغير واحد وروا سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن اكرمة عن ابن عباس قال هي أريحاء وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر لأن أريحاء ليست هي المخصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جريب عنه لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعد كوموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا تفتدوا على أذباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أي اعتبروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين ذوي خلق هائلة وقوى شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم وقد قال ابن جليب حدثني عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا إبراهيم ابن بشار حدثنا سفيان قال قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين قال فصار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء فبعث إليهم إثني عشر عين من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليشتمي الثمار من حائطه فجعل يشتمي الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذ فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عشر حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب بهم إلى ملكهم فنفرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بنا عاينوا من أمرهم وفي هذا الإسناد نظر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم فصاروا فلقيهم رجل من الجبالين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخباركم فأعطوهم حبة من علب تكفي الرجل فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون رواه ابن أبي حات من فضلك تابع بقية المادة تابع بقية المادة للمشاهدة يرجعوا إلى موسى قل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اصدقاء نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر